واحد وثلاثون تلميذة من المستويين النهائيين على مستوى التعليم الإعدادية والثانوي من ولاية تيرزمور يشاركون في المرحلة الثالثة من مسابقة الأولمبياد التي تجري كسابقاتها على المستوى المحلي على أمل الوصول إلى المرحلة النهائية المقررة في العاصمة نواكشوت يوجد المشاركات على المستوى التعليمات التي تجري كسابقاتها على المستوى التعليمات والثانيين من الآخرين يشاركون في المستوى التعليمات ومعارضة نشاء الله يتبار التلاميذ المتنافسون من المستوى الرابع عدادي في مادة الرياضيات بينما يختار تلاميذة السنوات النهائية من التعليم الثانوي المادة المناسبة لهم من بين مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية حيث توفروا لجميع ظروفا طبيعية تمكن من إظهار المستوى الحقيقي لتلميذ استقبلتنا السلطات التربوية الإدارية بتنظيم متقن وبدأنا الامتحان يوم في ظروف جيدة فتح الأغلفة أمام الطلاب والحمد لله يشتغلون في ظروف مرضية ومن أجل الاطلاع على ظروف سير المسابقة أدى مدير ديوان والدير زمور السيد الشيخ البلال زيارة ميدانية لقاعة المسابقة اطلع خلالها على الوضعية العامة التي تجريه فيها واستمع إلى المعطيات الفنية الخاصة بها من خلال شروح قدمها لمؤثرون التربويون وهي ظروف استحسنتها رابطة أباء التلاميذ مسابقة خلقت ظروف جيدة مقبولة كل الاحتياطات وهذا النوع من المسابقات التي تعدلت دولة يشجع التلاميذ على التنافس وغطع أنه إيجابي ويعكس عدد التلاميذ المشاركين في المرحلة الثالثة من هذه المسابقة ارتفاع مستوى العملية التربوية في تيرزمور حيث لم يتجاوز عدد التلاميذ الذين وصلوا هذه المرحلة على مستوى الولايب في السنوات الماضية عشرة التلاميذ سيد أحمد بن وكارسيرة زوالات الموريتانية